والحقيقة ان احنا لاحظنا ويمكن ده كان من ضمن الاسباب اللي خليتنا نفكر نعمل حلقة عن أدب السيرة الزتية انتشار السيرة الزتية بشكل كبير كده تفتكر ايه سبب انتشار السيرة الزتية سيد حسين هو زي ما حضرتك نوهتي هو أدب المذاكرات والسيرة الزتية هو لي شرائح كثيرة جدا من القراء وده على مستقل العالم مش عندنا بس ليه ده بيحصل لان المذاكرات والسيرة الزتية متحقق فيها مجموعة حاجات يعني بتفسح المجال ان هي تنتشر انتشار كبير اولا هي بتبقى متعلقة برموز سواء كان في مجال سياسي او فكري او ثقافي او فني بيكون لها مساحة عند الناس سواء مساحة وجدانية يعني الناس بتحبها من الاعمال التي قدمتها او مساحة فكرية يعني اثروا فيهم وفي تشكيل وعيهم بشكل معين فلما ده بيتحقق عند القراء مع هذا الرمز او هذا المبدع من خلال ما قدم بيكون عندهم شغف كبير ان هم يعرفوا وجوه اخرى لي حياته كان مسيرته في حياته كانت عاملة ازاي ايه التحديات اللي هو وجهها ازاي تجاوز هذه التحديات الحياة الخاصة دي بتبقى دايما الحياة الخاصة برضو بتبقى احد الملامح لان مثلا لو احنا بنتكلم على ممثل بنشاهده في ادوار معينة بتتكون صورة ذهنية عند الجمهور فهو بيبقى حابب يشوفي لا اي مدى في الواقع الصورة الذهنية دي صحيحة مختلفة في ايه في الواقع وهكذا برضو من الملامح اللي بتخلي ادب المذكرات والسيرة الذاتية له جمهور عريض فكرة ان احنا بيكون في نوع من انواع السرد يكاد يكون رواي هي بتبقى مش رواية ولكنها تشبه الرواية فان احنا بنحكي طول الوقت الشخص اما بيحكي عن نفسه او اخر يعني الكاتب بيتناول السيرة فهو بيحكي طول الوقت والحدوتة دايما على مدار الاجيال واي ان كان ملامح اي عصر احنا بنعيشه لازال لها سحرها عند الناس يعني زي ما كنا بنسمحها واحنا اطفال واحنا كبار دلوقتي بيظل لما حد يحكي الحد حدوتة بيبقى برضو مهتم ان هو يسمع احنا ten apologise احنا ten احنا ten احنا ten